السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب وحبيب قلبي أحلى متابعين في الدنيا متابعين قناتي قناة كل يوم جديد مجدد جندي لو أول مرة بتتابعوا معايا ما تنسونيش من اللايك من الشير سابسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وأتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنور رضاكم النهاردة هنعمل مع بعض الشاورماء البيتي بكل تفاصيلها الجميلة حاجة كده يا جماعة طحفة وهتطلع أحسن من أي محل برة ممكن تجيبي منه شاورمة هتطلع هايلة من تحت قديك بإذن الله زي ما احنا شايفين شكل ولون وطعم كمان أوعدكم أنكم هتم بهربوا الطعم ومعايا كمان النهاردة في وصفتي معايا القاتشاب البيتي طبعا عاملاه من أول تصنيع الصلصة لحد ما عملته قاتشاب وإن شاء الله هنزله لكم في الوصفة الجاية بإذن الله أتمنى أشوف تعليقاتكم الجميلة واهتمامكم بالوصفة كلنا بنحب القاتشاب إحنا وأولادنا يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض المأذير وطريقة التحضير الكمية المناسبة طبعا اللي تناسبك وعلى حسب أفراد أسرتك هجي بيها من صدور الفراخ المخلية وقطعناها شرايح بالشكل ده نص كيلو كيلو على حسب أفراد الأسرة بتاعتك وهنخسل الفراخ غسل جيد بالملح والدقيق والخل حوالي عشر دقايق هننقاحهم وبعدين هنخسلهم غسل جيد زي ما احنا شايفين قدامنا ومعايا معلقة هرامية كبيرة من البهرات الشاورمة شاورمة الفراخ لو ما عندي كيش البهرات الجهزة دي أنا بجيبها من عند العطار العطارين كلهم عندهم كل أنواع البهرات لو ما عندي كيش البهرات دي هتستعملي ربع معلقة صغيرة من البصل البودر ربع معلقة صغيرة من التوم البودر ربع معلقة صغيرة من الكاري ربع معلقة صغيرة من الكزبرة النشفة مكعب ماجي ومعاك كمان ربع معلقة صغيرة من الكباب الصيني احنا لسه حطينها ومعاك معلقة من البابريكا اللي هو الفلفل الحلم ومعاك كمان فصين توم اللي توم هنا جميل جدا يا جماعة وبيدي ريحة جميلة جدا وطبعا احنا عارفين فوايد التوم وان هو مضاد حيوي قوي اللي بيتحسس من التوم ممكن يستبعده من الوصفة بس هو جميل جدا وبيدي ريحة هيلة هنفرومهم زي ما احنا شايفين كده فارم ناعم سامحون يا جماعة لو صوتي متغير نزل البرد ربنا الشافي معايا حوالي نص معلقة من الملح المشكل وطبعا الملح هنا على حسب ضبطة ايديك انتي الملح المشكل بتاعه برا عمال حفل في الاسود كان مونكس برا نشفه شطة ومعايا كباية كبيرة كده من الزبادي او الياغورت الزبادي بيتدي تراوة جميلة جدا معانا لللحم ومعايا معلقتين تلات معالق كده من الخل الخل بيتدي مزازة جميلة بقلب كل مكوناتي زي ما احنا شايفين كده بقلبها تقليب جيد ومن الافضل التدبيلة دي تقعد ليلة في التلاجة كل ما قاعدت يا جماعة التدبيلة الفراغ بتتشرب منها وبتكتسب منها طعم جميل جدا جدا ولو مستعجلة عليها ممكن تتبليها قبل ما تعمليها بساعتين معايا وق كده على النار حطيت فيه ربع كباية من الزيت وطبعا عشان الشاورمة بتحب الدهن انا ما عنديش دهن اقطعوا عليها عندي دهن متسيح فاخدت معلقة من الدهن زي ما احنا شايفين وبستنى الطاصة بتاعتي تحمى وبنزل بالشاورمة بتاعتي انا نزلت بيها كلها لان انا بحبها تنزل عصارة وتستوي فيها انا بحب انواع اللحوم كلها تبقى مستوية سوى جيد ومعايا بصلة مقطعاها جبانح بالشكل ده هحط عليها رشة من السماء والسماء هنا بيدي ريحة هيلة جدا كأن كده باكل مشاوي كده حاجة تحفة تحفة جدا السماء بيستعمل في المشاوي بيدي ريحة هيلة وطبعا احنا شايفين الفراخ نزلت عصارة انا حابة اخليها تستوي في العصارة دي وبعد ما هتشرب المية بتاعتها زي ما احنا شايفين شربت كل المية بتاعتها واستوت فيها هنزل بحبيتين من الطماطم متقطعين بالشكل ده انا مش حابة استعمل طماطم كتير عشان ما ترجعش تنزل مية تاني وهنزل بالبصل بتاعي اللي انا دعكته بحبة من السماء كل حاجة كده هديها تقليبة انا محبتش هنزل بيهم في الوصفة من الاول لاني مش عايزاهم يبقوا مهريين عايزاهم يبقوا واضحين في الوصفة بتاعتي ومعايا حوالي ثلاثة او اربع قرون من الفلفل ومعايا اوراق البقدونس ممكن تستعملي فلفل حار لو انت حابة الوصفة تكون حارة كل حاجة كده هنزل بيها هديها تقليبة واخر حاجة بقى هنزل بيها هي اوراق البقدونس وخلاص بقى كده هطف النار وهديها تقليبة واحدة هخلي كل مكوناتي تختالب ببعضيها زي ما احنا شايفين طعم هايل يا جماعة هايل 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 وجربوها بطريقتي ومش هتندمو دي الشاورمة بتاعتي هنزل بيها كده معايا في السرفيز بتاعي سرفيز التحضير كمية كبيرة طبعا انتو شايفين الكمية دي لو جبناها من برا بنجيب السندوتش بكام هتعملي الكمية اللي انت عايزاها وهتلمي عليها افراد اسرتك وهينبهروا بالطعم والريحة واللون حاجة كده تحفة 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 من عميل ايديك شايفين اللون بتاعها يا جماعة لون جميل جدا جدا معايا السندوتشات كده ها طبعا هحط للاولاد الكمية المناسبة في السندوتش وطبعا لازم معانا القاتشب الجميل شايفين القاتشب شايفين القوان بتاعه حاجة كده تحفة شاء الله هنزله لكم الوصفة الجاية بإذن الله سندوتشات بقى ايه بسم الله ما شاء الله سندوتش منهم ايه وهمة كده القاتشب جنبيها كده بنحطه معانا طبعا يعني حاجة هايلة 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 ودي السندوتشات بتاعتنا واذا عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسونيش من اللايك من الشير سابس كراي بتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ترجمة نانسي قنقر